زي ما قلنا لحضراتكم فضل اللي يمكن أقل من 48 ساعة دلوقتي على المباراة الكل جوه معسكر النادي الأهلي مركز بشكل كويس جدا بقى استعد للمباراة في هدوء من أجل التركيز وفقط عشان يحققوا زي ما قلنا حلم حلم الجماهير ومش شغلين دلوقتي فرقتنا يمكن مش شغل دماغها خالص بأي حاجة برا المعسكر أو أي إشعات بتتقال سواء على الفريق أو حد من اللعيبة النهاردة الفريق الصبح أجرى المسحة الطبية زي ما كلنا تابعنا من خلال الشركة الطبية المتعاقد معها للتحدي الأفريقي الكرة قدم كاف والحقيقة ده كان وسط إجراءات احترازية قوية جدا ودقيقة جدا ثلاث الأهل المقايد في القائمة الأفريقية وليس سليمان صالح جمع عام محمود عبد المنعم كهرباء جم قدام الفندق النهاردة وقعدوا جوه سيارتهم عربياتهم والشركة الطبية المسؤولة اللي بتاخد العينات الخاصة بيهم خارج الفندق هي اللي كانت يعني موجودة قدام العربيات وبتاخد المسحة ديت ومن وهم في عربياتهم نتيجة المسحة الحقيقة يعني حملت خبر مش سعيد لجمهور النادي الأهلي بعد ما أثبتت المسحة إيجابية تعينت نجم وسط الملعب إليو دي يانج بجانب طبعا الثنائي وليس سليمان صالح جمعة زي ما قلنا كمان في الزمالك في ثلاثي مصاب محمود حمدي الوينش عبدالله جمعة يوسف أوباما بنتمنى شفاء لكل اللعيبة إن شاء الله جميع المسحة اللي هتم لعيبة دول الأيام اللي جاية سواء في الأهلي أو في الزمالك بنتمنى تطلع السلبية ويرجعوا بسرعة لفرقهم لأنه ببساطة أي حد أي حد بيتمنى إصابة أي لعب أو أي حد مش مش شرط يكون لعب يعني بس إحنا بنتكلم هنا عن فريقنا المنافس أي حد بيتمنى أي إصابة أي لعب في التوقيت دوت هو شخص مريض إن شاء الله يوم 27 نشوف مباراة وماتش يليق بقيمة الفريقين ويليق بقيمة مصر أولاً والبطولة ومكانة وقيمة مصر الغلي فأنا أنت عارف أنا النهاردة منتبع المسحة والله العظيم كأننا نتيجة السنوية العامة يعني النهاردة كل الناس على أعصابها